فهد بن أحلام يغضع للعلاج في مستشفى والرسالة من الطقم الطبي يطمئنها أعلقة الفنانة الإماراتية أحلام عن دخول ابنها الكبير فهد إلى إحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج معبرة عن خوفها الشديد عليه ولم تكشف الفنانة أحلام عن تفاصيل الوعكة التي يعاني منها ابنها فهد وتسببت في حجزه بالمستشفى مكتفية بالدعاء له ونشرت أحلام صورة لابنها فهد عبر حسبها الخاص على معاقع التواصل الاجتماعي تويتر وجهت له رسالة قائلة جعلك يا رب في فرح وسعادة وسنينك سعيدة ويا رب واجعل ربي يسخل ليك ملائكة السماء وجنود الأرض والطيبين من عباد الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شاء ويا رحيم كل عام وأنا أشوفك تكبر معايا وأنا فخورة فيك الحمد لله على نعمة فهد وانهلت التعليقات على تغريدة أحلام المتابعينها تدعو إلى والدها وكان من ضمنهم التعليقات تعليق يبدو أنه من أحد أفراد التقم الطبي حيث يغضع ابن أحلام للعلاج وطمئنك يا ملكة إن ابنك فهد بخير وصحة وعفية وسلامة وأمور كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولا تحتينه إحنا حطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك التانية وردت أحلام على تعليقه قائلة الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرت معاهم الحمد لله الحمد لله ربك لك الحمد والشكر مختتمة بوضع وجه تعبيري يبكي ويزف الدموع لتؤكد خوفه شديد على ابنها ومن ضمن باقي التعليقات أمين يا رب العالمين الله يحفظهم ويطول عمرهم وعمر أبوهم وتفرحوا فيهم يا رب فقد اتضح أنه كان حادي السير مع عمه ولكن نحمد الله على سلامتهم فقد نشر فهد تغريدة على حسابه الخاص بتويتر يشكر كل من سأل عنه قائلا أشكر كل من سأل عني وتحمد لي بالسلامة أنا وعمي بفضل الله إحنا بخير ونعمة والله يجازيكم خير على السؤال ترجمة نانسي قنقر